إيه السبل اللي تبعتها الدولة خلال الفترة اللي فاتت في الحفاظ على يمكن حيث ذكرت فيها عمرية معينة اللي هي الأطفال دون سن الخمس سنوات والحفاظ على الأمهات والحوامل والداد كان إيه السبب يا فندم اللي بيؤدي لده والدولة عملت إيه في هذا الإطار؟ إنه في فترة زمنية السابقة كانت طبعا دي حاجات أيام الولادات ما كانت خارج المستشفيات وما كانش فيه التزام بالتطاعمات الحاجات دي قديمة هيستري يعني كانت بقيت خلاص لكن إحنا دورنا أنا أتشرف أني في معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية وإحنا يعني معهد من 14 معهد في المركز القومي للبحوث فده حاجة مهمة جدا إحنا دورنا بحثي بحثي إكلينيكي ولينا دور خدمي يعني بنقدم برضو خدمات طبية من خلال الخدمات الطبية ومن خلال أبحاثنا بننشر هذا الوعي وبنعمل حاجات زي ماركرز أو حاجات دلائل حاجات تبين لنا إمتى يحصل المرض وعن طريق استخدامات كتيرة زي أهمها دراسة الجنوم المصري مثلا ودراسة بعض المواد اللي تأنتيسيبيت أو تأكسباكت اللي هو التوقع التوقع بأن يحصل حاجة قبل ما تحصل وده بقى قمة العلم وهو دل الواحد يستخدم أبحاثه في التطبيق أنا الحقيقة بزعل جدا لما يبقى عندي كم كبير من الأبحاث وطبعا الباحثين اللي عندنا ما شاء الله إحنا أكبر معهد في المركز في عدد كبير جدا من الباحثين عشان يترقوا بيعملوا أبحاث كتير لكن حزين تفيد منها طبعا وبتتنشر دولي الحقيقة كل هذا في التطبيق طبعا يعني الأبحاث حبيثة الأدراك دي لا قيمة لها يا فرحتي بيها أن هي عملها تتنشر وتتوزع ويتعملها حاجة اسمها سيتيشن أو استشهاد ودي كل ما اللي استشهاده بالبحث بتاع حضرتك أكتر كل ما قيمتك البحثية تزيد طبعا طبعا مرجعية الأحاس تانية يعني أنا كمصر استفدت إيه؟ يعني أنا كدولة بقى استفدت إيه؟ أنا عايزة أخذ هذا البحث أطبقه في شيء ويا سلام لو شيء كمان يلمس بقى حاجات المواطن المصري يعني حاجات زي في التغذية حاجات في مثلا تصنيع كمان يعني حاجات الصناعات الدوائية مهمة قوي حاجات تفيد سيفيد المصري ويحس المصري أن فعلا فيه علماء بيشتغلوا وبيبحثوا عشان يخلوا مثلا يشخصوا له مرض بدري قبل ما يحصل دي بقى رائعة يعني أنا بشكر الحقيقة هنا المبادرات رأسية المبادرات دي أنا فاكرة أن بعض الأطباء يعني الطبيب ده المفروض أكتر واحد بخلي باله كانوا بيعدوا بس قدام المبادرة كده يقولوا طبعا ما نروح نقيس الضغط والسك يلاقوا عدوه والله وكانت دي البداية الحملة الحقيقة التهاب الكابد الوبائي يعني الحقيقة أن إحنا قضينا عليه دي حاجة كويسة قوي فيما بعد في حاجات كتير بنكتشفها يعني مع العلم الزيادة ومع النشر هذا العلم والوعي وطبعا وسائل الإعلام لأنه نكرها ده بيفرق قوي الناس دلوقت هل كان زمان فيه تخصص التغذية العلاجية منتشر كده ما كانش حد يعرفه كان فيه يا بطنة يا جراح يا نسا طبيبه جراح ومولد ما فيش كان أكتر حاجة يحطوا ششمة في العنين ولا حاجة علشان عينيهم وخلاص على كده دلوقتي فيه تخصصات كتيرة وتخصصات نادرة ونعرف من قبل ما يحصل المرض وتخصص التغذية العلاجية إزاي أغذي المريض عشان يبقى سليم منعته قوية وكمان علشان لو حصل مرض المشاكل ما تطلعش ولو لقدر الله حصل يعني خلاص المرض ومشاكله نتعامل إزاي بالتغذية السليمة على تقليل هذه المضاعفات